قد تعد الهجمات الانتحارية مشهداً مألوفاً في ليبيا ولا تعتبر اختراقاً أمنياً نظراً لانعدام الاستقرار في بلد تمزقه صراعات الجماعات المسلحة المتناحرة وانقسام مؤسساته بين الشرق الذي يديره البرلمان المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والغرب حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً رغم أنها لم تنجح في نيل ثقة البرلمان غير أن تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة ترابلوس الذي أوقع قتل وجرحى يبعث برسائل عدة في وقت يدور فيه الحديث عن الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية لعام 2018 بين الساسة الليبيين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعثة ستعمل أيضاً بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها الموفد الخاص إلى ليبيا غسان سلامة نددت بالاعتداء الذي وصفته بالإرهابي وقالت إنه لن يثني الليبيين عن مواصلة مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات أما الجيش الليبي بقيادة حفتر فاعتبر استهداف مفوضية الانتخابات محاولة يائسة من الإرهابيين لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا وشدد على أنه لن يتوقف عن محاربة الإرهاب موقف الجيش الليبي يعزز تصريحات حفتر في أول دهور له عقب تدهور حالته الصحية في الآوينة الأخيرة تصريحات تعهد فيها حفتر بالقضاء على الجماعات الإرهابية ومساعدة الليبيين في اجتياز مرحلة الجمود السياسي الذي يخيم على البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ويعتقد البعض أن صندوق الاقتراع قد يوحد الفرقاء الليبيين في حال ترافق مع نج سياسي وتفعيل لمؤسسات الدولة الأمنية في المقابل يرى بعضهم أن الانتخابات ستزيد ليبيا تصدعا في حال رفض نتائجها وسط الانفلات الأمن ونفوذ المجموعات المسلحة بينها تنظيم داعش والقاعدة فهم يرون أن نتيجة أي انتخابات في ظل هذه الأجواء السائدة في ليبيا قد تؤدي إلى مواجهة مسلحة شاملة مخاوف يدركها المجتمع الدولي الساعي إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الاحتقان السياسي أمام انحصار قائمة الخيارات الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر